عقدتها اليوم لجنتان برلمانيتان اجتماعهما في مجلس الأمة لمناقشة ما هو مدرج على جدول الأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تأجيل أقصاد عملاء البنوك لمدة ستة أشهر اليوم كان اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية كان المدرج في جدول الأعمال هو خمس مشاريع وانين مقدمة بما يخص تعجيل الأقصاد على أخوان المواطنين طبعا هذا اجتماع امتداد اجتماع قبل يومين وطلبنا من الحكومة رأيها ويانا رأي الحكومة اليوم فرأت اللجنة اليوم بإغرار بجماع الحضور الموافقة على قانون تأجيل الأقصاد مدة ستة شهور وسوف يعرض يدرج في جدول أعمال الجلسة الغادمة وتوقع يوم ثلاثين ثلاثة فنتمنى ان شاء الله يحصل موافقة من أخواننا النواب في مجلس الأمة وكذلك عضاء الحكومة حتى يرى النور ونبشر أهل الكويت في هذه الأمانة لنتيجة الجاحة اللي نمر فيها وتعطى المصالح العالم هذه نوع من الأمور اللي تساعدهم تقلل الأعباء اللي على أهل الكويت وهذا دورنا احنا كنواب نمثل أمة ننتج في هذه القوانين لتخص المواطن الكويتي في المغام الأول كما ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض الموضعات المدرجة على جدول أعمالها نوافي شراكي تلفزيون دولة الكويت